موجات الهلع والخوف هي عبارة عن حالة ونتيجة لمصدر معين ألا وهو مصدر الخوف القلق لأرق التوتر كيف نتعامل مع مصادر الخوف ونتخلص من المصادر الأساسية للخوف ونستطيع التعامل مع أي مصدر خوف بطريقة سلسة وبسيطة ونتجنب التبعات السلبية على مستوى الصحة وعلى مستوى الصحة النفسية الفكرية الخوف هو عبارة عن حالة فطرية طبيعية لحماية الجسم البشري نحن نهرب من مصادر الخوف ومصادر الخطر من أجل حماية أنفسنا أي حماية الجسم البشري أولا صناعة الفكرة السلبية قبل الاتجاه إلى أمر ما أو لحدث ما أو أثناء ترقب هذا الحدث وانتظاره أنت تصنع في داخلك قصة افتراضية ملؤها الخوف والرعب والتوتر والأرق والقلق وحالة من الفشل وحالة من التحطيم فالعقل الباطن يصدق هذه الفكرة الافتراضية التي لا تمتل الواقع بصلة إطلاقا علما أنك عندما تتجه إلى هذا الأمر على أرض الواقع تكتشف أنه سهل وبسيط وليس له علاقة بأي مصادر من مصادر الخوف والخوف هنا نتج عن الفكرة السلبية التي أنت صنعتها بذاتك وبنفسك قبل الدخول بأمر ما أو أثناء انتظار أمر ما ثانيا التفسير العقلاني الخاطئ قبل الاتجاه إلى أمر ما أو أثناء الترقب والانتظار غالبا في طبيعتنا البشرية دوما نقوم بتفسير الأشياء إلى منح خاطئ سلبي ونبتعد عن الناحية الإيجابية لتخيل الأشياء أو لتفسير الأشياء إذا كنت تتجه إلى مشروع معين لماذا أنت تفسر دوما أن المشروع سوف يفشل وعندما تكون في جماعة لماذا أنت تفسر دوما أن الجماعة تريد النيل منك ولا تحبك فيجب أن يكون هناك لديك نوع من التفسيرات الإيجابية قبل الدخول إلى مشروع معين التفسير الإيجابي لذاتك والتفسير الإيجابي للآخرين والتفسير الإيجابي للحالة التي أنت فيها والتفسير الإيجابي للأفكار الباطنية التي في داخلك وابتعد هنا عن التفسيرات السلبية الخاطئة ثالثا التحدي إذا كنت ترغب بالتخلص من مصادر الخوف والأرق والقلق والتوتر والأفكار السلبية أولا يجب أن تبتعد عن مبدأ الانتظار والبقاء مدة طويلة من الزمن بتخيل الأفكار الشريرة والسلبية فمثلا لديك امتحان معين إذا كنت أنت تنتظر الامتحان لمدة طويلة من الزمن وتحاول أن تؤجل الامتحان مرة ومرتين وثلاث وأربعة سوف تبقى بفترة الخطر لمدة طويلة من الزمن وبفترة الخوف لمدة طويلة من الزمن ولكن عند الدخول بالامتحان تكتشف أن الأمر سهل وبسيط جدا وبعد الخروج من الامتحان يزول العامل للخطر والخوف والأرق والترقب والتوتر مواجهة الأشخاص أيضا عندما تترقب وتنتظر تخشى مواجهة الأشخاص ولكن عند مواجهة الأشخاص يبدو لك الأمر سهل وبسيط المشاريع عند البدء بعمل مشروع معين يبدو لك أن المشروع سهل وبسيط ولا يدعو أيضا إلى الخوف الجهوزية والإعداد عندما تتجه إلى أمر ما أو تنتظر وتترقب حدث ما لماذا أنت تركا إلى الأفكار السلبية وتبدأ باللطم والخوف وأيضا الحالة الدرامية الحزينة لماذا لا تخصص 5% من وقتك ومن جهدك النفسي للتحضير والإعداد قبل الامتحان حذر للامتحان قبل لقاء أشخاص معينين حذر عالم افتراضي في داخلك عن طبيعة هؤلاء الأشخاص وما هي الأسئلة التي سوف يوجهونها لك وما هي طبيعة هؤلاء الأشخاص التحضير والإعداد النفسي والذاتي قبل الشروع بأمر معين يؤدي إلى نجاحك بهذا المشروع ويؤدي أيضا إلى التخلص من حالة الهلع والخوف الذاتي الداخلي اطرح دوما على نفسك السؤال الآتي المؤلف من كلمة واحدة ألا وهي لماذا؟ لماذا أنا أخشى من المواجهة؟ لماذا أنا أخشى من الامتحان؟ لماذا أنا أخشى من الخروج من المنزل؟ لماذا أنا أخشى الدخول بالمجتمع والاندماج بالمجتمع والاندماج بالعلاقات؟ لماذا 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 يؤدي إلى نوع من المشاركة الذاتية والحديث الذاتي الإيجابي الذي يؤدي إلى تحديد المشكلة سبب المشكلة وأيضا طريقة التعامل مع المشكلة بشكل أبسط ركز دوما على مبدأ التجربة والتجريب قبل الدخول بأمر معين حاول إما أن تتخيل هذا المشهد بلغة إيجابية وأنك موجود بهذا المشهد وأنك المسيطر على هذا المشهد وإما أن يكون بشكل واقع من خلال التدريب الواقعي إذا كنت تخشى من العلاقات حاول أن تجرب علاقات بسيطة ضمن الدائرة التي أنت فيها حاول الكلام حاول التعبير بالنسبة للمشاريع إذا كانت المشاريع صعبة ومعقدة حاول أيضا تجريب المشاريع البسيطة التجريب والتجربة يؤدي إلى التمرين النفسي الذاتي ويساعدك بشكل كبير على تخطي حالة الخوف والهلع والتفكير السلبي وأخيرا في هذه المعمورة ما كان لك لن يكون لغيرك وما كان لغيرك لا ينبغي أن يكون لك رفعت الأقلام وجفت الصحف ابتسم هدي عصابك الأمور بسيطة وسهلة ولا داعي للأفكار السلبية المحطمة ولا داعي أيضا للعيش بعالم الدراما في داخلك حاول أن تكون متصالح مع ذاتك ومع البيئة التي أنت تعيش فيها ودوما ابتسم 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 ترجمة نانسي قنقر